السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد من كورس Virtualize from scratch أنا محمد رشدي أنا في الموضوع اللي فات كنا نتكلم على ال Vmotion والستوريج Vmotion وان شاء الله نهاردة مكملين هنتكلم على ال DRS والستوريج DRS ايه هو ال DRS ال DRS ال DRS الثلاث حروف دول اختصار لحاجة اسمها Distributed Resource Scheduler ومنتهى للبساطة علشان نفهم ايه هو ال DRS شايفين الميزان ده هو ال DRS الفانكشن دي نفسها هي بالضبط عبارة عن ميزان أوكي طيب ال DRS بيوزن ايه ال DRS زين هون من اسمه كده ال DRS هو ميزان 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 للهاردوير ميزان للسي بيو ميزان للرام ميزان للستوريج والتاتا ستورس وهو الهو يوزن الحمل على الهاردوير على الهاردوير يعني على ال ESXI الموجودين عندي طبعا ال DRS هنا بيبقى على مستوى الكلاستر شوفوا شباب الكلاستر هي تقريبا أساس كل حاجة في الـ V-Sphere Environment يعني لازم يكون عندك كلاستر تمام؟ ويكون جوه الكلاستر زي ما قلنا قبل كده يكون جوه الكلاستر سيرفرات كلها نفس الموديل ونفس النوع طب هنا ينفع استخدم الـ D-R-S عفواً الـ Cluster يعني الأغراض تانية ينفع ممكن استخدامها كفولدر يعني إنها هي مجرد فولدر بس مشاكترا هو ممكن من غير ما أعمل لأي حاجة من الـ Advanced Features لكن المتكلمة على الأساس نفسه Cluster إيه اللي بيحصل لجوه الكلاستر فمتكلمة على أول حاجة هنا بتحتاج إن أنا هيبقى عندي كلاستر علشان تشتغل وهو الـ D-R-S D-R-S مهم جدا جدا الـ D-R-S بيوزع الحمل لما بيعل عندي الـ Load على ASXI Host الميزان الـ D-R-S بيقوم بتوزيع الحمل ده على الـ ASXI Host الثانيين اللي في الكلاستر فزي ما احنا شايفين كده في الرسمة دي احنا عندنا مثلاً عندنا ثلاثة ASXI Hosts في الكلاستر وفعلاً ده اللي موجود عندي هنا في اللاب حتى إن أنا نتكلم الأول على السيرفر أو الـ VM-DR-S أوكي الكلاستر فيها إيه؟ فيها رسورس فيها CPU، فيها ميموري، فيها نتورك، فيها هارد ديسك، ستوريج يعني بس هو الأساسيين يعني الثلاثة اللي على الشيء ماكتون طيب، الـ DR-S الفانكشن دي لما بتكون انابلت لما بيكون في حمل زايد على الأول هاست، مثلاً يعني فيه Virtual Machines عليه، مش هقول عنادها كبير، لكن خلينا نقول اللود زاد عليهم، فيه Processes يعني اشتغلت كومنتات، تعملها رانينج، أوكي، فيه لود، فيه حمل، فيه استهلاك عالي ببساطة يعني فيه استهلاك عالي على الـ Virtual Machines اللي على الـ Host A، وبالتالي الـ Virtual Machines دي هتاخد أكتر من الـ Physical Resources طيب، لما تاخد أكتر من الـ Physical Resources سيزيد الحمل على الـ Host طيب، الحمل على الـ Host اللي يوصل في 100% سيحصل أي؟ يعني 100% من الـ CPU و100% من الـ Memory إيه اللي هيحصل؟ 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 إيه اللي هيحصل إن Virtual Machines هتهنج إيه اللي هيحصل إن ممكن الـ SXI نفسه يبقى فيه مشكلة مع وجود الـ DRS وكيب؟ بتبتيدي الـ Cluster بتشوف فين الـ Free Resources اللي موجودة عندي هقولوا الله آآ.. الـ Host B لسه فيه Resources فضيه والـ Host C كمان إيه اللي بقى الـ DRS باستخدام الـ V-Motion فاكرين الـ V-Motion طبعاً الـ V-Motion إحنا كنا بنعملها من يوال بإدنة، تفتكروا؟ حما ستفسد دعona درجات الدرس لمدر بنائج فل السبق درجات الدرس سيستخدم التدخص طلب من التولا burn فلما يستخدم الدرجات الرقم 1 و عمل نواد و هاتيبتدي Vmote virtual machine of that host ويقوم بيزنة للـ Compute لـ Server DRS لـ CPU و للـ RAM في DRS كمان للـ Storage عفواً في DRS كمان للـ Storage اسمه Storage DRS أو SDRS بيعملين لـ Storage DRS؟ هو برضو ميزان بيوزن أو بيوزع بيوزع و بيعادل الحمل اللي على الـ Data stores ما بينهم و بين بعضها لو عندي الـ Data store رقم واحد الـ Share Data stores حينقل حينقل لـ Load الـ Virtual Machine حينقل فولدر الـ Virtual Machine من الـ Data store الى Data store تاني فيه Free resources طب هو الـ Utilization العالي ممكن يحصل على الـ Data store و أن الـ Iops تزيد الـ Input و الـ Output يعني الـ Reading و الـ Writing من على الـ Data store بيعلى فلما بيعلى وكأن الـ CPU الـ Data store علي وكأن رام الـ CPU عفواً وكأن رام الـ Data store لا يوجد حاجة لا يوجد حاجة لا يوجد حاجة لا يوجد حاجة لما يزيد الحملة على الـ Data store نفسه كـ دسكات كدسكات كدسكات بيبتدي الرس الذي يزيد الحملة على الـ Data store كما يزيد بالـ Iops أو بالـ Load الذي يوجد حاجة بالـ Usage بالـ Capacity المستغلة منه فبيبتدي الـ Storage DRS يوزع الحمل ينقل لو أننا عندي هنشوف مع بعض لو عندي Data store نحن نعرف الـ Cluster لا والـ Storage كمان هي كمان لها Cluster بيبتدي يوزع وينقل الـ Virtual Machines من Data store للـ Data store خلوني يقولكم على ملحوظ هنا قبل بس ما نساها ليس بالضرورة أننا انا 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 بالـ Storage DRS وخصوصاً لو أننا عندي Virtual Machines حاجمها بخط لو عندك Virtual Machines أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تيرة وانت طالع لو أننا عملت أنابولينج للـ DRS وحنفسنا من التفاصيل لما هنستطيع نفعل الـ Configuration بايدنا DRS يمكن أن يبطأ الدنيا جداً الـ Storage DRS وهو في الوقت اللي بتنقل فيه من داتا ستوريج لداتا ستوريج تاني ده بيكون في امباكت بيبان جدا في الفيرتشو ماشين الكبيرة انا بكلم تحديدا على الكبيرة لكن هي كفيتشر طبعا هي حاجة هيلة جدا الستوريج دي اس طيب عندنا ايه كمان؟ احنا خلاص الكلام النظري اراد ما نخلصه وندخل في العمل اراده بس دي اساسيات كده بحتاجين نفهمها يعني احنا فهمنا في الفابق كله يعني ايه دي اس وان دي اس بيعتمد على اللي فتور strangers والسيورج دي اسبي komm th tut وانتي افنوتي عب اوكي الافنوتي لو انا مش غلططان ترجمتها بالعربي اللي هو التوحد او يعني التوحيد مش يونيون نجمع شيئاً مع بعض بمعنى بمعنى DRS بيوازن الأحمال بيوازن الأحمال لكن DRS مايعرفش 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 بمعنى مثلاً Microsoft ناجم ناجم Office Oracle f فالفرونت انت دول كلهم زي بعض يعني هما في نهاية كلهم ميرورت بعض إلا كان بيتوزع اللود ما بينهم من ناحية مثلاً لود بالانسر عن طريق استخدام الراوند روبين في الـ DNS طيب إعلقة WDRS خلينا نقول مثلاً إكس تشينج سيرفر كاس سيرفر عندي سيرفرين إكس تشينج إكس تشينج كاس 1 تحديداً كاس 1 وكاس 2 كاس 1 وكاس 2 DRS وهو بيعمل توزيع الحمل وهو بين الـ Virtual Machines من هنا إلى هنا ما بين الـ hosts وارد جداً وبنسبة عالية قوي قوي تعدد 90% إنه يجمع الكاس 1 و الكاس 2 على الـ host 1 أوكي يعني هنا اعتبر ده كاس 1 وده كاس 2 أوكي ونقوم الـ DRS بالصدفة على الـ host 1 طيب هو ده صح؟ طيب لو الـ host ده نفسه لقدر الله ابتكل على الله ضرب طح خرب أوكي؟ كده أنا بقى عندي رول الكاس في الشركة عندي كل واقع ولو عندي بقى يوزارات بالألفات يعني وحتى لو عدد اليوزارات قليل لو ممكن يبقوا الموضوع يبقى في منتهى يعني رد فعلهم عليك يبقى في منتهى العنف إنه زي الـ email service تقع في أماكن ما ينفيش حاجة اسمان الـ email service تهس بس كده لحظة يعني تغيب عن الوعي لحظة ده مش مسموح أصلاً مش مسموح الممكن يخسر الشركة فلوس طيب يبقى الحل إن أنا أعمل إيه؟ أنقل أبعد كاس 1 عن كاس 2 طيب حلو أنت عملت ده كده إزاي؟ أنا عمل مائجريشن لكاس 2 عمل مائجريشن لكاس 2 نقلت وودته على الـ host رقم اثنين طيب حلو بعد شوية الـ loads هتزيد وهتنقص والـ DRS هيشوف شغله هيروح الـ DRS بالصدفة مرجعهم لك تاني مع بعض تبقى أنت كده عملت ده جميل هنا بقى دور الـ DRS rules أوكي الـ DRS rules بتدي تعليمات للـ DRS إنه إزاي يشتغل وإزاي يتعمل مع الـ virtual machines فأنا هعمل حاجة اسمها virtual machine to virtual machine affinity rule هنشوفها مع بعض تتعمل إزاي؟ في منتهى السهولة وهحط جواة الرول دي virtual machine A و virtual machine B اللي هما مثلاً CAS 1 و CAS 2 مثلاً أو بلاش نقول CAS 1 و CAS 2 أنا عندي 2 virtual machines أنا عايزهم يكونوا مع بعض على نفس الـ host أنا محتاجة أن 2 virtual machines دول يكونوا مع بعض على نفس الـ host لأي سبب بقى لأي سبب لأي سبب نحن قلنا أن الـ virtual switch اللي على الـ host سرعته 10 جيجا فالسرعة هنا 10 جيجا والـ LAN بر عندي جيجابيت يعني بطيقة طيب لما يبقى الـ front end للـ application وshare point مثلاً والـ SQL database مثلاً الـ 2 دول على نفس الـ host يبقى الـ 2 دول هيستفيدوا من الـ network الـ 10 جيجا والـ virtual machines دول هيكلموا بعض بـ speed 10 جيجا بغض نظر بقى عن الـ speed اللي في اللام بره طيب لو server database اللي هو بيه موجود على الـ host ثاني والـ share point الـ front end موجود على الـ host الأولاني وبالتالي لما الـ virtual machines دول لما الـ virtual machine تحب تروح 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 تكلم virtual machine بيه لعلى الـ host الثاني هيعدوا من الـ physical LAN اللي هي جيجابيت وبالتالي السرعة هنا ضد ضد يعني ده واحد من الأسباب ده واحد من الأسباب اللي ممكن تحتاج فيه الـ affinity انه يوحدلك الـ virtual machines مع بعض انه يجمعهم مع بعض على الـ host واحد فالـ affinity الـ virtual machine affinity rule بتقول للـ DRS لو سمحت خد بالك ان الـ virtual machines اللي جوى الرول دي اللي هو virtual machine A و virtual machine B من فضلك اجمعهم بصفة مستمرة على الـ host واحد حتى لو زاد الحملة على الـ host ده واضطريت انك تنقلهم بره فاجمعهم لي مع بعض على الـ host ثاني سوا هو بقى يتصرف الـ DRS ويبتدي وزن ويبعمل تبديل وتعفق وبين الـ virtual machines من هنا لـ لحد ما بيوصل معاك لـ الـ 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 performance طيب ده الـ affinity نرجع بقى لحدودة الـ 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 لو وزن المتحدث ч يعني separate virtual machines عن بعض فبالتالي CAS1 و CAS2 هنا انا بقوله امنع ممنوع انك تجمعهم لي على الهوست واحد فرقهم عن بعض فبمجرد تطبيق الanti affinity rule هينقل CAS1 او CAS2 ايهما يعني هو تبقى الحسبة يعني calculation هينقل واحد منهم الى هوست تاني الى physical host تاني فvirtual machine A هتروح ترن على الهوست 1 وvirtual machine B هتفضل ترن على الهوست 2 بكلام جميلة وبالنسبة للستورج بنفتكر كده احنا قلنا دي رس وستورج دي رس الستورج دي رس بيعمل ايه بلود بالانس الفيرتشول ماشينز كفايلز وكفيرتشول هارد ديسك اكروس الدياتا ستورج اللي موجودين عندي طيب خلونا نشوف اول الاكزامبل اللي فوق ده الاكزامبل ده بيوليه virtual machine دو virtual machine affinity اوكي هنا بنكلم على الستورج لو سمحت رول الـ SDS الـ SDRS الـ Storage DRS جواها الـ virtual machine رقم 1 و الـ virtual machine رقم 2 بـ affinity rule لو سمحت اجمعلي دايماً الـ two virtual machines دول ان هما يشتغلوا على داتا ستور واحد و الـ Anti-Affinity العكس لو سمحت امنع ان الـ two virtual machines دول يشتغلوا على نفس التاتا ستور ابعدهم عن بعض لو سمحت شغل كل virtual machine على التاتا ستور طب انا احتاج اعمل كده ليه شبيه شوية باللي انا بقوله هنا ده طيب انا دلوقتي لما فرقت CAS 1 عن CAS 2 ركزوا معي بقى في الحتة دي عشان هنربط ما بين الـ DRS و الـ Storage DRS ان الـ الاتنين يشتغلوا مع بعض انا ممكن اعمل واحدة و اغفل ان اعمل التانية وتحصل عندي مشكلة شوفوا هنا من ناحية الـ Compute يعني الـ host الـ virtual machines انزل CAS 1 و الـ CAS 2 لو كانوا شغالين فضلوا شغالين على الـ host رقم 2 و الـ host رقم 2 ده خرج من الخدمة لأي سبب من الاسباب فجأةً ايه اللي هيحصل CAS 1 و CAS 2 اللي اتنين هيوقع و الـ Service هتوقع وبالتالي الـ Accessibility للـ Exchange خلاص كده وقعت انا حتى مش عارف هابعت ايميل ابلغ ان انا عندي مشكلة في الـ Exchange واخدين بالكم طيب نفس القصة هنا بقى في الـ Example ده انا عندي ملفات الـ Virtual Machine لـ CAS 1 و CAS 2 على نفس الـ Data Store طيب علشان الـ Security والـ High Aviliability انا اقصد يعني مش Security انا ما اقصدش بيها الاختراقات يعني الامنية لكن اقصد بيها علشان اقمن الـ Application بتاعتي علشان الـ High Aviliability لو سمحت ابعدلي CAS 1 و CAS 2 عن بعض كل واحد فيهم على الـ Data Store غير التاني لان الـ Data Store ده لو حصل فيه اي مشكلة فنية تؤدي الى ان الـ تؤدي الى ان الفرشو مش ينزل عليه تفقد الواعي هي فعلا بيحصلها كده هي بيغم عليها ده معناه ان انا هرجع المربع الاولين تاني ان CAS 1 و CAS 2 لا تستطيع الواعي فلو سمحت ابعدلي CAS 1 و CAS 2 بالنسبة للـ Compute على الـ Hosts بالـ DRS وبالـ Storage DRS ابعدلي لو سمحت اللي اتنين عن بعض انا طبعاً ممكن مانيوالي انا بايدي بالـ Storage V-Motion مانيوالي ان انا انقل الـ Virtual Machine فولدر Virtual Machine يعني Storage Virtual Machine من DataStore الى DataStore تاني لكن لو انا عندي الـ Storage V-Motion الـ Storage V-Motion لو هي Enabled أوكي لو هي Enabled اللي هو الـ Storage عفواً الـ Storage DRS لو الـ Storage DRS Enabled ده معناه انه اتوماتيكلي هيحصل Storage V-Motion للـ Virtual Machine ففي الحالة دي انا عايز انا بيه باستخدام الـ Rules ان نفز او لا تنفز في حاجة كمان ممكن للـ Performance عندي 2-SQL Database Virtual Machines والاتنين بيرانوا على نفس الـ DataStore دي مشكلة دي مشكلة في الـ Performance هتعمل Performance Deterioration هنا عالي جداً يعني هيأثر على الـ Performance بشدة على الـ DRS يعني لو طبعاً لو ان اللود عليهم عالي يعني فالاحسن كمان ان انا ابعد الـ Storage ان انا ابعد الـ SQL من على نفس من يعني من على نفس الـ DataStore افرقهم عن بعض عشان performance بغض نظر عن الـ لـ Performance الـ Exchange الـ Mailbox بغض نظر عن العشان من على نفس الـ الـ على نفس الـ ونحن توقف نظر عن الـ virtual machine to virtual machine relation طيب الستورج في موشن فيها تفاصيل أكتر شوية عن الـ V-motion العدي بالنسبة للرولز بالنسبة للرولز أن أنا هنا حضرتك فيه كمان أن على مستوى الـ virtual machine نفسها في storage DRS زي مش الـ virtual machine الوحدة ممكن يكون جواها أكتر من hard disk أكتر من VMDK صح سليم فهنفترض أن أنا عندي هنا الـ virtual machine دي فيها VMDK1 وفيها VMDK2 الـ default بنسبة كبيرة جدا 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 الـ default أن عادي خالص أن كل ما يتعلق بالـ virtual machine بيكون كله مع بعضه في الفولدر الرئيسي للـ virtual machine على data store 1 لكن ممكن يبقى فيه عندي حالات لأي سبب لأي مشكلة بقى لمشكلة performance لمشكلة security لمشكلة free disk space على الـ data store تحتاج أن أنا أبطر أني أبعد الـ VMDK files زي ما إحنا شايفين أبعد الـ VMDK files عن بعض على الـ virtual machine الوحدة أوكي هعمل rule anti-affinity للـ disks وهنشوفها مع بعض هقوله لو سمحت كل الـ VMDKs أو بعضهم مثلا يعني للـ virtual machine فرقهم لي على الـ data stores اللي موجودين عندي ابعد لي VMDK1 عن VMDK2 في الأغلب بتكون للـ performance أحنا خلصنا الشرح النظري يلا بنا نروح نبتدي العملي ونكون فيجر الـ DRS والـ storage DRS أوكي أنا عملت login على الـ v-center دي الـ hostات اللي عندنا ودي الـ virtual machines اللي عندنا أنا عندي ثلاثة virtual machines حاليا الثلاثة دول موجودين على الـ host الأول وده حاليا الأول شو كدا الـ VMs أوكي الثالثة Windows 7 1 2 3 موجودين على الـ SXI host 1 وده حاليا الـ utilization اللي على الـ RAM نشوف كدا 2 3 ما عليهم مش دقريبا أي استحلاك خلص ضعيف كدا ده يددو بس الـ overhead الخاص بـ operating system الـ SXI نفسه هو ده الـ overhead اللي حاليا هو مستحلاكه تمام خلونا نعمل configuration للـ DRS إزاي على الـ cluster لازم يكون عندنا cluster أوكي configure حالاء هنا في settings ومشي عفوا الـ cluster في V-Sphere DRS حاليا هي OFF أوكي هنـ edit الـ settings وممكن كمان أعمل حاجة اسمها schedule DRS أخليه رن بمعاد معين بس معلما edit DRS علشان نـ enable ونشوف الـ settings اللي جواه ونتعرف على الخصائصها واحدة واحدة أوكي turn on V-Sphere DRS كدا هي turned on بمجرد ما نهدوس تحت هنا على أوكي خلاص هي هتتنفس جميل أوه طيب نشوف أول حاجة دي مجبوعة نوتز هنفحصهم واحدة واحدة DRS Automation DRS Automation يعني إلا أي مدى هي Automated Automatically أوكي بتران أوتوماتيك ولا بتران مانيوال أوكي فحنلاقي هنا أن الـ Automation Level فيه Manual أوكي وفيه Partially Automated بينفذ جزء وجزء بيستنى أن أنت تتدخل وتديله رأيك بأنك تـ confirm أنه ينفذ الـ DRS أو أنه Fully Automated في معظم يعني برسبة كبيرة جداً أنت ما بتستخدمش غير الـ Fully Automated إلا لو عندك يعني أسباب تخليك محتاج تستخدم المانيوال أو تستخدم الـ Partial Automated بس خلينا نسيب على الـ Default هنا Fully Automated أوكي النود اللي بعدها Migration Migration Threshold هنا المعدل اللي بيه بينفذ الـ DRS وبينفذ الـ Migrations للـ Virtual Machines إلا أنت shape الآثة الآثة